اشتركوا في القناة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويركر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلة ونعوذ بك اللهم من كل علم لا ينفع ومن كل قلب لا يخشع ومن كل نفس لا تشبع ومن كل دعوة لا يفتجاب لها اللهم زدنا علما وانفعنا بما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام ثم أما بعد فإني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي هيى لنا هذا اللقاء في هذا المسجد الحرام بجوار الكعبة المشرفة زادها الله عز وجل تكريما وتشريفا وتعظيما هذا اللقاء الذي يتعلق بدرس أسبوعي في شرح صحيح مسلم بن الحجاج النسابور رحمه الله تعالى في يوم الأربعاء بعد المغرب ففي هذا اليوم وفي هذه الليلة الموافق للثامر والعشرين من شهر جمادة الآخرة لعام الف واربعمائة واثنين واربعين لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبدأ هذه الدروس ونبدأ بها مستعين بالله سبحانه وتعالى ثم الشكر موصول للإخوة القائمين على مكتب التوجيه والإرشاد على حسن ترتيبهم فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياهم الإخلاص في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه وقبل أن نبدأ بشرح صحيح مسلم ينبغي علينا أن ندرس وباختصار سيرة وترجمة الإمام مسلم بالحجاج صاحبي الصحيح ثم بعد ذلك ندرس صحيحه وباختصار كذلك حتى يعظم عندنا وفي قلوبنا المصنف والمصنف فنبدأ بترجمة الإمام مسلم صاحبي الصحيح هو أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن ورد النيسابوري البلد والموطن والنشأ القشيري وقشير قشير بضم القاف قبيلة قشير رسبة إلى قبيلة القشير نسبة إلى قبيلة قشير هو القشير نسبة إلى قبيلة قشير وقشير هي قبيلة معروفة من قبائل العرب ينسب إليها الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى إمام أهل الحديث في عصر وأحد الحفاظ المتقنين الأفذاذ ونسبته إلى قبيلة قشير اختلف المترجمون في هذه النسبة أهي نسبة ولاء أم أصل اختلف على ثلاثة قوال القول الأول منهم من قال بأن نسبته نسبة أصل نسبة أصل ولذلك الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى عندما ذكره في كتابه علوم الحديث في كتابه علوم الحديث قال مسلم ابن الحجاج القشيري من أنفسهم من أنفسهم وعلى هذا القول كل من ترجم له من المعاصرين تبع الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى فعلى هذا القول يكون الإمام مسلم ابن الحجاج قشيري ليس ولاء وإنما هو أصل قشيري من أنفسهم القول الثاني وعليه كثير مهل محدثين من أهل الحديث يقولون القشير مطلقا من غير أن يقولوا من أنفسهم أولاء والقول الثالث يقولون أنه من الموالي أنه من الموالي فقد قال التجيب عن العلامة النسابة شرف الدين عن العلامة النسابة شرف الدين أبي محمد وهو عجوبة زمنه في حفظ الأنساب قال على الإمام مسلم قال مسلم بن حجاج القشيري مولى قشير بن كعب مولى قشير بن كعب وعلى أي حال فهو من قبيلة من العرب معروفة سواء كان قشيريا من أنفسهم أو من مواليهم فهو عربي خالص النسب قال الإمام النوي رحمه الله تعالى القشير نسبا القشير نسبا النيسابور وطنا عربي صليبة وهو أحد أعلام أئمة هذا الشان انتهى كلام الإمام النوي رحمه الله تعالى أما مورده فقد كذلك اختلف المؤرخون في ولادته على الرغم من أنهم اتفقوا اتفقوا على تاريخ وفاته ولكنهم اختلفوا في ولادته على عدة أقوال فمنهم من قال أنه ورد سنة مائتين واحد ومنهم من قال بأنه سنة مائتين واثنين ومنهم من قال بأنه سنة مائتين واربعة ومنهم من قال بأنه ولد سنة ست ومئتين وهذا هو القول الراجح القول الراجح والصحيح أن ولادته رحمه الله تعالى سنة ست ومئتين هجرية وهذا القول قال به الحاكم فيما سمعه من ابن الأخرم قالت وفي مسلم عشية يوم الأحد ودفن يوم الاثنين لخمس بقينا من رجب سنة إحدى وستين ومئتين وهو ابن خمس وخمسين سنة أما نشأته فقد نشأ رحمه الله تعالى في بيت علم وفضل وجاه فأبوه ووارده الحجاج بن مسلم كان متصدرا لتربية الناس ولتعليمهم ولا شك أن خير والده قد عم أهل بيته فهم أولى الناس بخيره فكان لوالده رحمه الله تعالى كان لوالده أثر عليه فقد تعلم في بداية أمري كما يتعلم غيره في ذلك الوقت يحفظون كتاب الله عز وجل ويتقنونه فقد حفظ تعلم القراءة والكتابة ثم حفظ القرآن الكريم وحفظه حفظا متقنا جيدا وطلبه للعلم وشيوخه الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى طلب العلم مبكرا طلب العلم مبكرا فأول سماعه كان سنة 218 هجرية أي كان بعد مولده بثنت عشرة سنة بدأ بالسماع بدأ بالسماع وعمره ثنت عشرة وعمره ثنت عشرة سنة معنى ذلك أنه بدأ بطلب العلم مبكرا وهذا هو هدي سلفنا في بداية طلبهم للعلم أنهم كانوا يطلبون العلم مبكرا فيقبلون أولا على القرآن الكريم فيحفظونه ويتقنونه إتقانا جيدا ثم إذا فرغ من هذه المهمة من حفظ القرآن والتي هي بمثابة الخطبة والعقبة الأولى في طلب العلم دفع به بعد ذلك إلى مجالس المحدثين ولذلك كان أول سماعه كان في مقتبل عمره كما أسلفنا وعمره كان ثنت عشرة سنة يعني في سنة 218 هجرية بدأ بالسماع سماع الحديث فأول ما سمع سمع من يحيى ابن يحيى التميمي وهذا يعد من أكبر من أكبر شوخه فقد روى عنه نسخته عن مالك بن أنس أصبح إمام أهل المدينة ويحيى ابن يحيى التميمي شيخ البخاري الذي روى له في صحيحه هذا غير يحيى ابن يحيى الليثي راوي الموطأ عن إمام مالك والبعض قد يخطئ في هذا الأمر والتحقيق أن يحيى ابن يحيى الذي روى عنه الإمام مسلم في صحيحه هو التميمي يحيى ابن يحيى التميمي وأما راوي الموطأ عن إمام مالك فهو يحيى ابن يحيى الليثي يحيى ابن يحيى الليثي فيحيى ابن يحيى التميمي هو أكبر شيخ لما مسلم وهذا يدلنا أيضا على أن مسلما بدأ السماعة في سن مبكرة ثم بعد ذلك حج رحمه الله تعالى في سنة حج رحمه الله تعالى في سنة مئتين وعشرين هجرية وهو أمرد وهو أمرد أي لا لحية له يعني كان عمره كان عمره أربع عشرة سنة وكان أمرد يعني لا لحية له فسمع عندما حج سمع بمكة من الإمام القعنبي وهو إمام جليل ومن أجل الشيوخ الإمام المسلم اسمه عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي وكذلك الإمام المسلم له عدة رحلات رحل إلى عدة بلدان وهذا كان ذهدانهم في ذلك الوقت أن الواحد منهم يتعلم في بلده يتعلم في بلده ثم إذا انتهى من علم بلده رحل في طلب الحديث وفي طلب العلم وهكذا الإمام مسلم رحمه الله تعالى فقد سمع عندما رحل إلى الكوفة سمع من أحمد ابن يونس وجماعة وعندما رحل إلى بغداد سمع من إمامها إمام أهل سنة والجماعة أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى وسمع كذلك بالرأي من محمد بن مهران وسمع بالحجاز من سعيد ابن منصور سعيد ابن منصور وهذا إمام عظيم جليل من أئمة الهدى له مصنف في العلم اسمه سنن سعيد ابن منصور وكذلك سمع من أبي مصعب وآخرين وعندما رحل إلى مصر عندما رحل إلى مصر سمع من عمر سواد المصري وحرم له ابن يحيى صاحب الإمام الشافع رضي الله عنه وهذا يدل على أن الإمام مسلم على أن الإمام مسلما رحمه الله تعالى كان واسع الرحلة في أول عمره والرحلة إنما هي سنة من سنن علمائنا وهديهم كانوا إذا بدأوا بطلب العلم أخذوا علم أهل بلدهم أولا فإذا أتوا عليه وفرغوا منه بدأوا بالتفكير في أن يرحلوا إلى أقرب البلاد ثم أقربها فأقربها وهذا الذي فعله الإمام مسلم إبن الحجاج رحمه الله تعالى وكانت له رحلة واسعة إلى بلاد الغرب والشرق حتى حصل علوما كثيرة وجاء بموسوعات واجاء بمسموعات وافرة وممن سمع منهم الإمام مسلم رحمه الله تعالى غير من ذكرنا أيضا أحمد بن سعيد الدارمي والشيوخ الذين سمع منهم الإمام مسلم كثيرون ولن نستطيع أن نذكرهم ولكن نذكر فقط أو نذكر فقط الأئمة الكبار العظام الذين أكثر عنهم الإمام مسلم في كتابه الصحيح لأننا لو أردنا أن نتقصى شيوخ الإمام مسلم لما استطعنا ولكن نذكر الأئمة الكبار من هؤلاء الشيوخ الذين سمع منهم الإمام مسلم بن حجاج النيسابوي رحمه الله تعالى كذلك روى عن شيبان بن فروخ وزهير بن حرب وسويدي بن سعيد وزهير بن حرب هذا أبو خيثمة زهير بن حرب هو أول شيخ للإمام مسلم في صحيحه أول حديث حدث به الإمام مسلم كان عن شيخه زهير بن حرب أبي خيثمة وكذلك روى عن عبد بن حميد وعبد بن حميد هذا صاحب كتاب المنتخب واسمه عبد الحميد بن حميد وكذلك روى عن عبد الله بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن أبي شيبة هو المعروف بأبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف مصنف بن أبي شيبة الكبير الضخم وهو إمام جليل جبل في العلم وقد أكثر عنه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وكذلك سمع من عمر الناقد وكتيبة بن سعيد وبالمثنى وهرون الحمال وهنادي بن السري صاحب كتاب الزهد وبن أمعين إمام الجرح والتعديل صاحب كتاب التاريخ وغيرهم بلغوا تقريبا 220 رجلا أخرج لهم الإمام مسلم في صحيحه وله شيوخ كثر وعدة أخرج عنهم وروا عنهم وسمع منهم الإمام مسلم ولكن بعضهم لم يخرج له ولم يروي له في صحيحه لم يخرج عنهم في صحيحه رغم أنهم أئمة كعليم الجعد عليم الجعد صاحب الجعديات لم يخرج له الإمام مسلم في صحيحه وكذلك من شيوخه الكبار العظام الإمام البخاري الإمام البخاري رحمه الله تعالى من شيوخ الإمام مسلم ومع ذلك لم يخرج له الإمام مسلم في صحيحه الإمام مسلم رحمه الله تعالى له رواة وله تلاميذ فقد روى عنه كثيرون ونذكر بعضا من هؤلاء فممن أخذ عن إمام مسلم صالح صالح بن جزرة وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل وكذلك الإمام الترمذي روى عن إمام مسلم كثيرا فمن تلاميذ الإمام مسلم الإمام الترمذي الإمام الترمذي من تلاميذ الإمام مسلم وكذلك هو تلميذ الإمام البخاري ولذلك الإمام الترمذي يذكر في كتابه تصحيح الإمام البخاري للأحاديث فيقول مثلا صحاح محمد بن إسماعيل ويقول سألتم محمدا عن هذا الحديث فإذا قال ذلك فإنما هو محمد بن إسماعيل البخاري فالإمام مسلم هو كذلك شيخ الإمام الترمذي وقد تخرج عليه الإمام الترمذي لكن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لم يروي عن إمام مسلم في جامعه في السنن إلا حديثا واحدا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم أحصوا هلال شعبان لرمضان هذا الحديث هو الذي أخرجه الإمام الترمذي عن شيخه الإمام مسلم أخرج له حديثا واحدا فقط وكذلك من الرواة على الإمام مسلم الإمام إبراهيم بن محمد بن سفيان إبراهيم بن محمد بن سفيان العابد الفقيه وهو الذي روى عنه الصحيح محمد إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه هذا هو راوي الصحيح الإمام مسلم بن حجاج فإذن الكتاب الذي بين أيدينا وسنتدرسه إن شاء الله عز وجل هو من رواية إبراهيم بن محمد بن سفيان العابد الفقيه عن الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمهم الله جميعا وكذلك من الراوينة ومن الرواة على الإمام مسلم ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم وأبوه أبو حاتم وهما إمامان وهما إمامان وكذلك أحمد بن سلمة الحافظ حافظ نيسابور وكان قرينا له وكان معه في طبقة واحدة فالإمام أحمد بن سلمة النيسابوري هو مثل الإمام مسلم تماما في الحفظ والضبط والإتقان والمعاصرة وقد لزم أحمد بن سلمة الإمام مسلم في رحلته إلى البصرة وغيرها وكذلك من تلاميذ الإمام مسلم إمام الأئمة إمام الأئمة ابن خزيمة ابن خزيمة صاحب الصحيح روع الإمام مسلم وهو تلميذه وخريجه وكذلك أبو العباس السراج الإمام وأبو عوان الإسفرايني وغيرهم كثير وغيرهم كثير ولكن نكتفي بهؤلاء الأئمة الكبار الذين رووا عن الإمام مسلم إبن الحجاج رحمه الله تعالى متى توفي الإمام مسلم كما أسلفنا عندما تكلمت عن ولادته ذكرت أن المؤرخين اتفقوا على وفاته رحمه الله تعالى اتفقوا على وفاته وإن كان اختلفوا أو في ولادته اختلفوا في تاريخ الولادة إلا أنهم اتفقوا اتفقوا على تاريخ وفاته فقالوا بأنه توفي سنة إحدى وستين ومئتين عن عمر خمس وخمسين سنة كان عمره خمسا وخمسين سنة وقد ذكر بعض أهل علم سبب وفاته وذلك ما جاء عن أحمد ابن سلمة وهذا كما أسلفته رفيقه في رحلاته وصاحبه أنه قال عقد لمسلم مجلس المذاكرة عقد لمسلم مجلس المذاكرة وكما هو معلوم أيها الأخوة أن مجلس المذاكرة يختلف عن مجلس التحديث مجلس المذاكرة يختلف عن مجلس التحديث مجلس التحديث يتهيأ الشيخ للتحديث والإلقاء وأما مجلس المذاكرة فهو مجلس أشبه بالمسامرة والأخذ والرد بخلاف مجلس السماع مجلس السماع هو أن يتهيأ الشيخ لإلقاء الدرس وللحديث ولقراءة الأسانيد أو التلميذ يقرأ والشيخ يسمع هذا هو مجلس السماع أما مجلس المذاكرة فهو كما قلت مجلس أشبه بالمسامرة والأخذ والرد فأقد مجلس المذاكرة الإمام مسلم رحمه الله تعالى وذكر في هذا المجلس حديث وهذا الحديث لم يعرفه الإمام مسلم سئل عنه فلم يعرفه وهذا يعتبر أمر منكر عند أهل المجلس كما أنه يعتبر منكر عند الإمام مسلم نفسه رحمه الله تعالى كيف يفوت هذا الحديث يقال فانصرف إلى منزله بمجرد سماعه لهذا الحديث الذي لم يعرفه ودخل بيته وأوقد السراج وقال لمن في الدار لا يدخل أحد منكم علي قال لأهله لا يدخل أحد منكم علي وهذا أيها الإخوة منهج لطلبة العلم ولطلاب العلم الذين يريدون أن يطلبوا العلم كما ينبغي فإن الإنسان لا يستطيع أن يركز وأن يقرأ وأن يحفظ ويردد إلا إذا كان خاليا بنفسه قد خلى في مكان في غرفة خاصة به فلذلك إذا ردت أن تطلب العلم فعليك أن تتفرغ له وأن تفرغ نفسك وأن تخلو بنفسك في مكان خاص بك حتى لا تسمع ضجيجة الأصوات أصوات الأولاد والأهل وغير ذلك من المشاغل فالإمام مسلم رحمه الله تعالى عندما ذهب إلى داره أوقد السراج وقال لمن في الدار لا يدخل أحد منكم علي إذا المسلم دخل وأوقد السراج وقال لمن في الدار لا يدخل أحد منكم علي فقيل له أهديت إلينا سلة تمر فقال قدموها ولا يدخل أحد منكم علي فقدموها فصار يأكل تمرة ويبحث كان يأكل من هذه السلة تمرة ويبحث عن هذا الحديث الذي لم يعرفه في المذاكرة في مجلس المذاكرة فكان كلما أكل تمرة يبحث وهكذا يقول الراوي الذي روى هذه القصة يقول يأكل ويبحث يأكل ويبحث حتى أصبح وقد فني التمر ووجد الحديث انتهى التمر الذي في السلة أكله جميعا رضي الله عنه ورحمه الله وغفر له أصبح وقد فني التمر الذي في السلة ووجد الحديث هذه القصة رواها البيهقي والحاكم ثم زاد الحاكم وقال وبلغني أنه منها مات قال الحاكم وبلغني أنه منها مات أي بسبب أكله لهذا التمر الكثير الذي كان في السلة وهذا يدل على أنه كان يأكل وهو مشغول مشغول بالبحث عن هذا الحديث ولكنه ما أصبح إلا وقد وجد هذا الحديث فانظروا إلى شدة اهتمامهم إلى شدة اهتمامهم بمعرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى كل وعليات حال سواء كان بسببها مات يعني بسبب هذه القصة أو من غيرها فقد مات رحمه الله تعالى وغفر الله له سنة مائتين واحد وستين من هجرية من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ننتقل الآن إلى المصنف المصنف وهو الصحيح ننتقل الآن إلى المصنف وهو الصحيح أولا ما اسمه هذا الكتاب المشهور المشهور أن نسمه صحيح مسلم يقال صحيح البخاري وصحيح مسلم ولكن ولكن اسمه الذي سماه به الإمام مسلم هو المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا اسمه هذا اسمه الكتاب اسمه صحيح مسلم اسمه المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو اسمه الكتاب فهو مسند وكل أحاديثه مروية بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو صحيح فإن الإمام مسلم الإمام مسلم لم يدخل في صحيح هذا إلا الصحيح ولذلك عندما انتهى منه وسيأتي معنا عرضه على الإمام أبي زرعة عرض عليه هذا الصحيح فكل حديث ذكر له علّة أزاله من هذا الصحيح ولم يبق فيه إلا الأحاديث السليمة التي ليس فيها علّة فهو حديث مسند صحيح مختصر وهو كذلك مختصر فلم يذكر فيه كل الأحاديث الصحيحة لم يذكر فيه كل الأحاديث الصحيحة فهناك أحاديث صحيحة لم يذكرها لم يذكرها فالإمام مسلم كذلك الإمام البخاري لم يستوعب الأحاديث الصحيحة لم يستوعب الأحاديث الصحيحة كلها وإنما هناك أحاديث صحيحة وكثيرة لم يذكرها الإمام المسلم وكذلك الإمام البخاري رحمهم الله جميعا ما هو الدافع لإمام المسلم رحمه الله تعالى على التصريفه ما الدافع الذي دفع الإمام المسلم في أن يصنف الصحيح لا شك أن لكل إنسان دافع يدفعه للتصنيف الإمام المسلم رحمه الله تعالى طلب منه أن يصنف في الصحيح الدوافع الكثيرة ومن هذه الدوافع التي تطلب من المصنفين هو أن الإمام المسلم طلب منه أن يصنف في الصحيح فقد يكون التصنيف لطلب عزيز عليك شخص يعز عليك وتعزه ولا تستطيع أن ترد له قولا أو طلبا أو أمرا فإذا أمرك أو طلب منك لا يسعك المخالفة لا يسعك إلا الاستجابة لما طلب كما فعل هنا الإمام مسلم الإمام مسلم رحمه الله تعالى طلب منه أحمد بن سلمة الحافظ أحمد بن سلمة فإنه الذي طلب منه أن يصنف في الصحيح كتابا وهذا ذكره الإمام مسلم بن حجاج رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه في مقدمة الصحيح ولكنه لم يسمي الذي سأله الإمام مسلم ذكر هذا الدافع ولكنه لم يسمي الذي طلب منه ذلك والذي سأله أن يصنف في الصحيح ولكن ذكر هذا الحافظ البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه تاريخ بغداد ذكر أن الذي طلب من الإمام مسلم أن يصنف في الصحيح هو الإمام أحمد بن سلمة الحافظ النيسابوري قال الخطيب البغدادي في كتاب تاريخ بغداد قال وهو أحمد بن سلمة حافظ نيسابور وكذلك أحمد بن سلمة لمح تلميحا بهذا الأمر وأنه كان صاحبا لمسلم في أثناء تصنيفي لهذا الكتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى مكث في تصنيفه لكتابه الصحيح خمسة عشرة سنة مكث خمسة عشرة سنة وهو يؤلف ويجمع هذا الصحيح يقول أحمد بن سلمة الحافظ النيسابوري يقول كنت مع مسلم في تأليف صحيحه خمسة عشرة سنة يعتبر صحيح مسلم من الكتب الصحيحة ويحتل مكانة متقدمة من كتب الحديث الصحيحة حيث يعتبر صحيح مسلم عند أهل السنة والجماعة ثاني أصحي الكتب المصنفة يعتبر ثاني الكتب المصنفة في الصحيح فأول من صنف في الصحيح هو الإمام البخاري محمد بن اسماعيل البخاري صنف في الصحيح وهذا هو أول كتب المصنف في الصحيح في الصحيح المجرد ثم تلاه تلميذه الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري فكتاب مسلم وصحيح مسلم يعتبر يعتبر ثاني كتاب يعتبر ثاني كتاب بعد كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول الإمام النووي قال الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول ومن حقق نظره في صحيح مسلم رحمه الله تعالى ومن حقق نظره في صحيح مسلم رحمه الله تعالى واطلع على ما أودعه في أسانيده وترتيبه وحسن سياقته وبديع طريقته من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق وأنواع الورع والاحتياط والتحري في الرواية وتلخيص الطرق واختصارها وضبط متفرقها وانتشارها وكثرة اطلاعه واتساع روايته وغير ذلك ما فيه من المحاسن والأعجوبات واللطائف الظاهرات والخفيات علم أنه إمام لا يلحقه من بعد عصره وقل من يساويه وقل من يساويه بل يدانيه من أهل وقته ودهره وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء هذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى عن الإمام مسلم وكذلك يقول ابن حجر العسقلاني ابن حجر يقول حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله بحيث أن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل وذلك لمقتص به من جمع الطرق وجوجة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بمعنى وقد نسج على منواله خلق من نيسابوريين فلم يبلغوا شأوه قال وحفظت منهم أكثر من عشرين إماما ممن صنف المستخرج على مسلم فسبحان المعطي الوهاب فسبحان المعطي الوهاب فهنا ننظر إلى أو عندما نسمعنا كلام الإمام النووي والإمام ابن حجر رحمهم الله تعالى عن الإمام مسلم وكيف أنهم أثنوا عليه سناء عاطرا بل يقول يكاد بعض الناس أن يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل البخاري عدد كتب وأحاديث صحيح مسلم عدد الكتب التي أوداع الإمام مسلم في صحيحه أربعة وخمسين كتاب أربعة وخمسون كتابا بدأ بكتاب الإيمان وانتهى بكتاب التفسير بدأ بكتاب الإيمان وانتهى بكتاب التفسير وعجل أحاديثي كما ذكر محمد فؤاد عبد الباقي فإن آخر حديث في صحيح مسلم عنده رقم 333 حديث فيصير عدد الأحاديث 3033 حديثا والإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه ذكر ذكر الكتب ولم يذكر الأبواب ذكر الكتب ولم يذكر الأبواب فالأبواب لم يذكرها وإن كان رحمه الله تعالى كان يجمع حاديث كل باب على حدة كان يجمعها ولكنه لم يبوّب ولعله ترك ذلك اختصارا من باب الاختصار ولذلك من جاء بعده وشرح صحيحه بوّب لهذه الأحاديث وأحسن من بوّب لهذه الأحاديث والإمام النووي رحمه الله تعالى وسناتي على كلام الإمام النووي في ذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى انتقى هذه الأحاديث التي أودعها التي أودعها في صحيح انتقاها من ثلاثمائة ألف حديث يحفظها انتقى هذه الأحاديث التي أودعها في صحيح من ثلاثمائة ألف حديث وهذا كان ديدنا العلماء فعندهم قاعدة وهي التفتيش والتقميش التقميش هو التفتيش التقميش هو التجميع ثم التفتيش وهو الانتقاء ففي البداية الواحد منه إذا طالب العلم يكتب كل شيء يسمعه يكتب الغثة والسمين الجيدة والردي ولكنه إذا انتصب للتدريس وللتصريف والتأليف فإنه ينتقي ينتقي الأحاديث الصحيحة التي ليس فيها عل ويترك الأحاديث المعل الردي فإذا انتصب للتأليف انتصب للتصنيف انتقى الأحاديث فالإمام مسلم رحمه الله تعالى هذه الأحاديث التي أودعها في صحيح وهي ثلاثة ألاف وثلاثة ثلاثين هذه منتقاه من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة ومحفوظة للإمام مسلم ابن حجاج رحمه الله تعالى الإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر مقدمة في صحيحه ذكر مقدمة في صحيحه وهذه المقدمة هي مقدمة نفيسة فيها من علوم المصطلح علوم الحديث فيها مسائل من علوم الحديث فهي مقدمة نفيسة ولكنه لا يشترط في هذه المقدمة ما اشترطه في صحيحه شرطه في الصحيح ليس كشرطه في المقدمة فما اشترطه عن نفسه في الصحيح لم اشترطه في المقدمة فهذه المقدمة افتتح كتابه بمقدمة نفيسة ضمنها فوائد جليلة من تغليض الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم اورد في ذلك الآيات والأحاديث التي ترهب وتوعد من الكذب عن نبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنار من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وهذا باب عظيم لمن اراد ان يتعرف على هيبة الرواية عن نبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم نهي المر عن الحديث بكل ما سمع كفى بالمر إثما ان يحدث بكل ما سمع وعقد له بابا وفصلا مقصوصا اذا هو عقد عدة ابواب في النهي عن الكذب عن نبي صلى الله عليه وآله وسلم والنهي كذلك عن حديث وعن التحديث بكل ما سمع الإنسان فعقد له بابا وفصلا مقصوصا ثم سدل لذنب الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحديثها في تحملها فهي ثلاثة ابواب من اهم ابواب المقدمة من اهم ابواب المقدمة ثم عقد فصلا لبيان ان الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء في دين الله عز وجل ما شاء وذكر فيها اقوال اهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم وهو باب جيد فيما سدل به الامام مسلم من ادلة وكذلك عقد بابا في الاحتجاج بالاحاديث المعنعنة عقد بابا خاصا لاثبات صحة الاحتجاج بالحديث المعنعنة فهي مقدمة نفيسة مهمة لطالب العلم ان يقرأها وان يفهم ما فيها ويعتبر تعتبر هذه المقدمة من اوائل ما صنف في علوم الحديث الامام مسلم رحمه الله تعالى له منهج في صحيحه والاصل في اخراج الاحاديث باسانيدها وان يفرد كل حديث بالرواية سندا ومتنى ولكن خشة التطويل دفعت الامام مسلم رحمه الله تعالى الى اتباع طرق للاختصار ومن هذه الطرق انه يجمع شيوخه في السند الواحد بحرف العطف يقول حدثنا فلان وفلان وفلان قالوا كذا او حدثنا فلان وفلان قالا وهكذا فهو يجمع اكثر من شيخ ممن سمع منهم هذا الحديث وهذا من باب الاختصار وهو انه يجمع الشيوخ بالعطف فجمع بين شيوخه بالعطف بحرف الواو طلبا للاختصار وعدم تكرار الجزء المشترك من الاسناد باكمله قال امام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه مثلا قال حدثنا محمد بن بكار ابن الريان وعون ابن سلام قال حدثنا محمد بن طلحة الحديث واحيانا يذكر اكثر من اثنين اكثر من شيخين احيانا نصل الى اربعة حدثنا فلان وفلان 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 قالوا وهكذا كذلك يجمع الاسانيد بالتحويل فالامام مسلم رحمه الله تعالى جمع بين الاسانيد باستخدام حرف ندل على التحويل اي الانتقال من سند الى سند اخر وهذا الحرف حرف الحاء حرف الحاء وكان الامام مسلم رحمه الله تعالى من اكثر الامتي استخداما لذلك والهدف من التحويل الهدف من التحويل هو الاختصار اختصار الاسانيد التي تلتقي عند راوي معين فهو لا يكرر القدر المشترك بين الشيخ الذين سمع منهم فياتي بحرف الحاء وهو للتحويل من سند الى اخر فياتي بحرف الحاء عند الراوي الذي تلتقي عنده الاسانيد ويكون عليه مدار مخرج الحديث كذلك من منهجه في الاختصار هو ذكره لبعض الطرق او جزء من حديث والاشارة الباقي للاختصار اذا كان للحديث اكثر من اسناد او متل فانه قد يذكر بعضها ويشير الى باقيها دون ان يذكرها بطولها فقد يقول مثلا رواه فلان عن فلان رواه فلان عن فلان ايضا قال ما مسلم في صحيحي بعد ان ذكر احد الاحاديث قال وساق الحديث بمعنى حديث كهمس واستناده وفيه بعض زيادة ونقصان احرف وفيه بعض زيادة ونقصان احرف منهجه في تراجم الابواب كما اسلفنا سابقا وذكرت ان الامام مسلم رحمه الله تعالى ذكر في كتابه خمسة وخمسين كتابا بدأ بكتاب الامار وانتهى بكتاب التفسير وقسم كل كتاب الى عدة ابواب لكنه لم يجعل لهذه الابواب عنوين الامام مسلم رحمه الله تعالى لم يجعل لهذه الابواب عنوين تدل عليها بيد انه رتبها ترتيبا محكما سهل على من جاء بعده وضع عنوين لها الذي جاء بعده سهل عليه الامام مسلم وضع عنوين لهذه الابواب وقد علق الامام النوي على ذلك فقال قال الامام النوي رحمه الله تعالى قال وقد ترجم جماعة ابوابه بتراجم بعضها جيد وبعضها ليس بجيد إما لقصور في عبارة ترجمة وإما لركاكة لفظها وإما لغير ذلك قال وَأَنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَحْرِصُ عَلَى التَّعْبِيرِ عَنْهَا بِعِبَارَاتٍ تَلِيقُ بِهَا فِي مَوَاطِنِهَا انتهى كلام الامام النوي فالامام النوي رحمه الله تعالى يقول ترجم جماعة يعني قبل امام النوي أبواب صحيح مسلم بتراجم بعضها جيد وبعضها ليس بجيد يعني إما فيها ركاكة في ألفاظها وإما لغير ذلك ثم قال وَأَنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ أَحْرِصُ عَلَى التَّعْبِيرِ عَنْهَا بِعِبَارَاتٍ تَلِيقُ بِهَا فِي مَوَاطِنِهَا ولذلك يعتبر تبويب الإمام النوي رحمه الله تعالى تبويب الإمام النوي وذكره العناوين لهذه الأبواب من أفضل من أفضل العناوين فقد وفى الإمام النووي رحمه الله تعالى بما وعد به فوضع لأبواب صحيح مسلم تراجم تليق به وكانت كلها من التراجم الظاهرة وقد قلب على بعض التراجم الطول بسبب محاولة رحمه الله تعالى جعل عنوان شاملاً لكل المعاني المندرجة في أحاديث الباب منهج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في ترتيبه لصحيحه أما عن منهج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في ترتيبه لصحيحه في كتابه الصحيح فقد قسم الكتاب إلى ثلاث أقسام قسم كتابه إلى ثلاث أقسام والطبقات كذلك إلى ثلاث طبقات أي أنه قسم الحديث إلى ثلاث أقسام وقسم الرواة إلى ثلاث طبقات وكل طبقة مرتبطة بقسم فالطبقة الأولى من الرواة مرتبطة بالقسم الأول الطبقة الأولى من الرواة مرتبطة بالقسم الأول من الحديث والطبقة الثانية مرتبطة بالقسم الثاني والطبقة الثالثة مرتبطة بالقسم الثالث فهو يروي عن ثلاث طبقات الطبقة الأولى وهي القسم الأول يروي عن الحفاظ الضابطين المتقنين الأئمة الأعلام وهذا هو القسم الأول هذا هو القسم الأول وهي الطبقة الأولى أنه يروي عن الحفاظ الضابطين المتقنين من الأئمة الأعلام وهذا هو القسم الأول هذا هو القسم الأول البعض بعضهم قد فهم خطأ فهم خطأ من هذه العبارة من تقسيم الإمام مسلم رحمه الله تعالى من تقسيمه لصحيحه فقال إن الإمام مسلم إن الإمام مسلم حين صنف الصحيح على ثلاث طبقات جعل الثلث الأول من الكتاب حديث الحفاظ والثلث الثاني من الكتاب حديث أهل الصدق والأمانة ثم جعل القسم الثالث رواية المختلف فيهم وهذا لا شك أنه كلام غير صحيح رده أهل العلم لكن الصحيح أنه يأتي في الباب الواحد بثلاث رواية الرواية الأولى الرواية الأولى من رواية أهل الحفظ والضبط والإتقان من الأئمة الحفاظ فيكون اعتمد الإمام مسلم رحمه الله تعالى على هذه الطبقة وعلى هذا القسم في الاحتجاج بهذه الرواية على صحة الباب هذه الطبقة الأولى إذن يبدأ أولاً بالطبقة الأولى طبقة الحفاظ الضابطين المتقنين ثم يسوقوا أحاديثهم ثم بعد ذلك يأتي بالطبقة الثانية وهي طبقة الرواة التي نزلوا عن الطبقة الأولى درجة ليسوا كالطبقة الأولى وإنما هم أقل منهم درجة ولكنهم لم يخرجوا عن حد الاحتجاج فهم أهل صدق وأهل أمانة وعدل الطبقة الثانية أهل صدق وأهل أمانة وعدل ولكن كل ما في الأمر أن روايتهم تنزل درجة عن رواية الحفاظ المتقنين أصحاب الطبقة الأولى فمسلم عليه رحمة الله تعالى يأتي بأهل هذه الطبقة وهذا القسم استئناساً وتأصيلاً بجوار القسم الأول والطبقة الأولى وأما الطبقة الثالثة وأما الطبقة الثالثة فهم قوم اختلف فيهم أهل العلم بين جرح وتعديل فمسلم رحمه الله تعالى حين أورد رواياتهم إنما أوردها استئناساً أي لمجرد أن تكون شاهداً للرواية الأولى والثانية ولم يريدها تأصيلاً واحتجاجاً وأنه ليس في الباب غيرها وإنما قد صح الباب من خلال الطبقة الأولى ومن خلال القسم الأول والطبقة الثانية والقسم الثاني فكونه أوردها أو لم يريدها لا يؤثر ذلك في الحكم العام فباعلنا بهذا أن الإمام مسلماً رحمه الله تعالى قسم كتابه إلى ثلاثة أقسام كما قسم الرواية إلى ثلاث طبقات والإمام مسلم الحجج رحمه الله تعالى هو من أئمة الجرح والتعديل وما كان للإمام مسلم أن يورد حديثاً من رد وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل فلا يمكن أن يورد حديثاً من رد ولا حديثاً من رده وروايته وخبره فلا شك أن أهل الطبقة الثالثة إنما هم أقوامون اختلف فيهم أهل الجرح والتعديل وكون مسلم احتج بهم فلا بد أن يكون له قول حسن فيهم ويكون الإمام مسلم رحمه الله تعالى عندما أخرج لهم فإنه انتقى أحاديثهم انتقى أحاديثهم التي لم يضعفوا فيها ولم يهموا فيها ثم إنه أورد أحاديثهم في الطبقة الثالثة وفي القسم الثالث وهو من باب الاستيناس ومن باب الاستشهاد وإلا فقد ورد أو إلا وقد ذكر أحاديث الطبقة الأولى وهم أهل الحفظ والإتقان من أئمة الأعلام وكذلك أحاديث الطبقة الثانية وهم أقل منهم درجة من أهل الصدق والأمانة والعدالة وأما الطبقة الثالثة ذكر من باب الاستشهاد والصالح ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق بما يحب وارضى وصلى الله وسلم ومبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابي أجمعين